اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية الإماراتية تمثل امتدادا تاريخيا تبنى على أسسه حاضر الصلاة الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعبا والذي يجسد الحرص المشترك على مواصلة العمل على زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة واشار سموه إلى أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تضل اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد عكست نموذجا مهما في شكل العلاقات الثنائية والعمل لكل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك والتأكيد على العمل العربي الموحد في مواجهة مختلف التحديات جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله بقصر الإقضبية سعدت السيد عبد الرضا عبد الله الخوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على جهود السفير الإماراتي في خدمة تطلعات البلدين الشقيقين متمنيا سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه المقبلة وجرى خلال لقاء استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سعادة السفير الإماراتي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على بلقيه من دعم ومساندة أسهمت في نجاح مهامه الدبلوماسية مشيدا بما يبده سموه من اهتمام دائم بالعلاقات البحرينية الإماراتية وتميزها